تعالوا نروح نشوف بقى تمرين جديدة لكابتن محمود فوكس مدير جيم الرجال في النادي الأهلي طبعا تبا حادتكم عارفينه هو كل مرة بيكون محضر لنا تمرينات مختلفة هنروح نتابعها ونروح فاصل ونرجع علشان نبدأ أولى فقراتنا الحوارية خليكم معنا طبعا خير نهوان صبعا خير جامعي جنود الأهلي عظام صبعا خير جميع عضاء نادي أهلي بكل فروعه الأربعة ان شاء الله قريبا بإذن الله يا رب تكونوا كويسين وربنا يحفزكم من كل شرع طبعا وعشان نبقى لنا كتير ما جمعناش مع بعض ان شاء الله برضو جايين النهاردة نكمل سلسلة الأخطاء الشاعة أنا مبسوط جدا أن السلسلة دي يعني استفادت ناس كتير منها على قد ما أقدر لأن ده الأهم الأهم مش أنت تعب صح الأهم أنت تعرف إيه الأخطاء الشاعة عشان ما تروح لهاش عشان ربنا يا رب يحفظك ويبعدك عن أي شر وما تقعاش في أي إصابة النهاردة جايين نكمل الحلقة اللي فاتت اشتغلنا على عضلات البطن النهاردة جايين نشتغل بقى على عضلات الرجلين إيه هي التمارين اللي ممكن نعبها في الجيم بس تيكنيك صح ونعرف إيه الأخطاء الشاعة عشان نبعد عنها تعالي أول تمارين طبعا سكوات سكوات طبعا معروف من أكتر التمارين المركبة المهمة جدا 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 اللي بتشغل عضلات كتير قوي في الجسم مهم جدا للتخسيس مهم جدا للضخامة العضلية مهم جدا للتوافق العضل العصبي مهم جدا للتوازن مهم جدا للتناسك والرشاقة يعني نشوفوا كل دي أهمية إيه عضلت أو تمرين السكوات بالنسبة سواء للراجل أو للسات فخيرون النهاردة نعرف إيه أخطاء الشاعة عشان نبعد عنها وربنا يحفظنا من أي إصابة أول خطأ بنشوفه هقف معلش بتبعها عرضية كتير عشان نشوف الرجبة مشغلة إزاي أنا هبدأ أشتغل غلط الأول عشان نعرف الناس مسكة بار أو دمبل أي أن كان وبتدأ تعمل إيه يقيمة بتفتح يجيها قوي يقيمة بتقفر يجيها قوي وده غلط بسم الله الرحمن الرحيم كده أول حاجة لازم نعرفها لازم أقف بمستوى كتفي بالزبط عشان يبقى التوازن بتاعي والسخل الجسمي على الأرض يبقى أفضل حاجة أو أحسن حاجة طيب دي أول حاجة هتاني حاجة أعمل إيه أنا نشوف عضلات بطني دي أهم حاجة عشان دي منطوقة سخل الجسم في منطوقة الكورب بتاعتي وأنشف عضلات الظهر طبعا أكدني شغل البار طيب الجلوتس ليها دور أو ليه مهم دور مهم جدا في التمرين إن أنا لازم أكدني نازل يقعد على كورسي عشان زوى 90 عشان أطلع ولما أجأطلع معاملش بلوك لم أفصل للجورب لأ أفضل طالع بالمستوى ده طيب إيه الخطأ الشهل بنشوفه الناس بتعمل كده ترميل سقوات كده وفيه الناس بتعمل كده وفيه الناس بتعمل كده ده غلط كل الصح إيه الصح قابل بمستوى كدفي يجليها بتبص للبار عشان ما فيه توازن شايل البار على ضهري شادة بطني عضلات بطني وشايلة عضلات ضهري وانزل أكني نازل على كورسي زوى 90 أهم حاجة رجبتي تبقى للبار ما تسبقش مشت الرجل واطلع تاني أهو واحد اتنين تلاتة ناخد بالنا قوي يا جماعة إن الجلوتس بتروح فين وانا نازل أربعة ينديل بتاقي الجسمي مع راسي يبقى فيه توازن بين منطقتين وهم دول منطقتين أصلا نسوقوا للجسم راسي وجلوتس أهو راسي قدام جلوتس ورا يبقى كده فيه توازن لجسمي على أسألنا لو شايل وزن تقيل ما أقعش بيه هو ده التمرين الصح بتاع تمرين اللسكوات وأنا طالع ما أعملش بلوق المفصل للجربة بيبقى صفت شبه مفروض طيب التمرين التاني والمهم جدا وده للأسف كلنا بتعمل لغات وفي الآخر بيوصلنا لمونتورة الخشونة لقدر الله وإصابات في مفصل الرجبة ايه هو تمرين اللونجز أو الطعب طيب تعالوا نشوف تمرين اللونجز بيشتغل ازاي أصلا أو بيستهدف أني عضل مبدأي كده تمرين اللونجز بيستهدف طيب عشان نعمله لازم أخد من مبادئ السكوات اللي هي ايه رجبتي لازم الرجل اللي ورا متنية شوية زي ما نواقف والرجل اللي قدام تنزل زاوية تسعين واطلع ما تبقاش مفروضة قوي لا تبقى صفت تنزل زاوية تسعين واطلع اللي هي اللي ورا زي ما انتم واخدين بالكو متنية سن الناس اللي بتعمل دي دي غلط ما نعملهاش دي غلط اهو ياخد خطوة بسيطة وينزل قدام دي بتبوز الأربطة في نفس الجمع ايه الصح انا مسك الدمبل اهو بفتح الخطوة وانزل وارجع تاني افتح الخطوة وانزل وارجع ضهري مفروض صدري مفروض عضاية البط مشدودة اهو طيب الناس بتلعب بالدنابل اللي بتعمل الحركة دي اهو الصوري اكينو بيجدف في البحر دي مياش اي لازمة خالص وبتتعب لي مفصل الياكتف وبتتعب لي مفصل اه الحوض عشان انا بقعد اتمرح بمفصل الحوض اهو التمرين يا جماعة ضهري مفروض بص قدامي زي عماني الشغال كده بالزبط اهو ده تمرين زي مقال الكتاب وده الصح غير كده هيعمل لي مشاكل في جسم طيب التمرين التالت والاخير طيب التالت والاخير اللي هو الحامس ترينج ده برضو من التمرين اللي بتعمل مشكلة خصوصا ان الناس بتعمله وهي عاملة بلوك لمفصل الرجبة ازاي انا مسك البار على ظهري لكن هلعب سكوت وفتح رجلي مدقيقة شوية بمصطبك اتفي اهو فالناس بتعمل تنزل فاردة ظهرها قد لكن عاملة بلوك لمفصل ايه الرجبة ده غلط سبحان الله ده موجود حتى في الصلة ان انا لازم اعمل صفت نين اللي هو شبه فرد لمفصل الرجبة اهو نازل انزل زواج سعين افرد رجبة سنة فبيعمل لود على العضوات الخلفية للرجل اهو وهو ده التمرين الصح ظهر مفروض وجوبة متنية سنة بنزل بنراحة في ثلاثة عدات واطلع في ثلاثة عدات وهو ده التكنيك الصح يا رب كوني استفدتم معي النهاردة دول اهم ثلاثة تمارين فيه تمارينة الرجل واهم تمارين فيهم وان شاء الله يا رب كوني استفدتم منهم ويبعدكم عن اي اصابة يا رب ربنا يحفظكم مع كابتن هون فوكس مع الف سلامة النادي الاه الف سلامة اشتركوا في القناة